أتوجه بالتحية الطيبة مع أصدق التمنيات بالصحة والهناء للجميع وأتقدم بالشكر الجزيلي لأعضاء لجنة تنسيق هذه الومدات الفكرية الذين شرفوني باستضافة للحديث عن الكلمات العربية في اللغة الفرنسية أصولها وتحولاتها وهذا عنوان أطروحتي التي ناقشتها بالسربان سنة 2011 وتتكون من معجم به 716 صفحة نشر المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة سنة 2014 وفي هارس المعجم وتتكون من 243 صفحة نشر دار جينان العريف سنة 2014 والبحث 798 صفحة نشر بكلية الأداب من نوبة سنة 2015 مجموع الصفحات العملي 1757 صفحة خصائص المعجم وما يتميز به يتمثل المعجم أو يمثل المعجم مدونة الأطروحة التي جمعتها ثلاث سنوات ذلك أن الكلمات العربية مبثوثة في العديد من المراجع والمعاجم العربية والفرنسية وغيرها مباثرة ومنقوصة إذ لم تبلغ في المعاجم المعروفة إلا حوالي 550 كلمة على أني توصلت في هذا المعجم إلى جمع 868 كلمة أي بإضافة أكثر من 300 كلمة وكان لابد من التوقف عن التجميع حتى أبدأ البحث وهذا يعني أن القائمة تبقى مفتوحة لغير من الباحثين حتى يستخرج كلمات أخرى قد تكون موجودة منذ القديم بالإضافة إلى ما يمكن أن يوجد في لغة القرن الحادي والعشرين نتيجة الاحتكاك اللغوي بالعرب المهاجرين المقيمين بفرنسا المعجم مزدوج اللغة أقسامه ثلاثة قسم عربي فرنسي به تقديم بالعربية من 52 صفحة وقسم فرنسي عربي به تقديم بالفرنسية من 27 صفحة وقسم ثالث يتوسطهما مزدوج اللغة أيضا خصصة لتتبع المشتقات الفرنسية التي سيغت بعد توطين الكلمة العربية أما تعريبها فقد كان بسيغ تناسب تحولاتها الجديدة وتغني المعجم العربي من ذلك مثلا كلمة قهوة التي سيغت منها 18 كلمة فرنسية بمختلف الدلالات والأشكال وكلمة قميص سيغت عشر كلمات وكلمة صفر التي أعطت 13 كلمة منها زيغو وشيفغة وهما تختلفين في المعنى رغم أن الأصل واحد وذلك بتأثير اللغة الوسيطة خصائص فهارس المعجم هو عمل إحصائي تفصيلي تنظيمي وأولا للكلمات العربية المقترضة التي هي نوعاني كلمات عربية أحة وكلمات معربة من لغات أخرى كاللغة الأرامية والأشورية والبربارية والفارسية والسانسكريتية والسريانية وكلمات مجهولة الأصل الأخرى هذه اللغات يبلغ عددها 18 لغة فالعربية أقرضت كلماتها العربية وقامت أيضا بدور الوسيط بإقراض كلمات معربة ليست من أصل عربي اثنين بيان نوع الاقتراض إذ هناك الاقتراض المباشر بين العربية والفرنسية والنوع الثاني هو الاقتراض غير المباشر عن طريق لغة وسيطة كالإسبانية أو الإيطالية أو اليونانية أو البيزانتية أو اللاتينية والبرتغالية التركية إلى غير ذلك فهي تقريبا مجموعة إحدى عشرة لغة ثالثا تنظيم كلمات المعجم باعتماد شبكة الحقول المعجمية وإحصاؤها هناك كلمات خاصة بالمجتمع وخصائص المجتمع هناك كلمات خاصة بالبيئة بالجغرافيا بالحيوان بالنبات بالمعادن بالبحر ومتعلقاته إلى آخره وهناك كلمات تعبر عن العلاقات الاقتصادية والحربية والعلمية والثقافية وهناك كلمات مختصة في العلوم علوم إنسانية وعلوم صحيحة كالرياضية والطب والفلك والكيميا والصناعات ومتفرقات أخرى أضفنا إلى هذا الكتاب الثاني جدولا للمرادفات ذلك أن هناك كلمات اقترضتها الفرنسية ورغم أن لها كلمة موازية بنفس المعنى من ذلك ناخذ كلمة غربال فقد أخذت غربال بحداثيرها صاختها باللغة الفرنسية فقالت كريبل رغم أن لها كلمة تمي هنا في هذه المرادفات أضفت شخصيا ثمانية ثمانين كلمة إلى ما يوجد في المعاجم الفرنسية الدكسونير دي سينونيم فهرس لأهم المعاجم معاجم لاروس ومعاجم لغوبير انالوجيك ومعاجم غولون لافيت إغتاج آغاب في مصطلحات علم الفلك للإحالة العلمية الدقيقة إذن عقدنا أو قمنا بهذه الفهرس أما البحث وهو الجزء الثالث من هذه الأطروحة فقد خصص القسم الأول لتتبع تاريخ رحلة الكلمات العربية والطرق التي اتبعتها والوسائل التي وطنتها في اللغة الفرنسية والتي يمكن اختصارها فيما يلي وهي مفصلة تفصيلاً دقيقاً في الكتاب أولها التجارة ثانيها الترجمة ومترجمون والمدارس ومدارس الترجمة بالأندلس وإيطاليا مدرسة توليتلا ومدرسة برشلونة وسالارن وسقلية وبالإضافة إلى هذا تعرفت إلى دور الملوك الرعاة لنقل الحضارة العربية إلى أوروبا وأبرزهم روجي 2 روجي الثاني وفريديريك 2 فريديريك الثاني وألفونس 10 في الأندلس ألفونس العاشر بالإضافة إلى هذا الحروب الصليبية بعد تبين أهدافها ونتائجها وما نتج عنها من إمارات صليبية استقرأ الصليبيون في الشرق واختلطوا بالعرب في أنتاكيا والقدس وترابلس وغيرها من المدن وهذا تولدت عنه الكثير من الكلمات نضيف إلى هذا الخلافة العثمانية التي سيطرت على 14 بلداً أوروبياً ونشرت الإسلام واللغة العربية من خلال القرآن في هذه البلدان وهنا دخلت كلمات إلى تلك البلاد الأوروبية نضيف إلى هذا القرصنة والتبادل اللغوي بعد ذلك جاء الاستعمار وبعد الاستعمار جاء دور المهاجرين المستقرين في البلاد الغربية القسم الثاني خصصته لتعريف مفصل بالمدونة لخص هذا التعريف في فهارس المعجم القسم الثالث قمت فيه بدراسة مقارنية بين نظام اللغة الباثة لالونج سوخس العربية واللغة المتقبلة لالونج داكوي الفرنسية فيه هذا القسم مقارن بين الحروف والحركات وتنويعاتها والقواعد الصوتية والصوتامية والمقطعية التي اعتمدتها الفرنسية لتوطين الكلمات العربية هناك تفاصيل دقيقة انتهى البحث بعدها بذيل قارن تلك التغيرات مع ما يحدث في لغات أخرى كالفارسية والتركية والكردية والأسيوية والإفريقية والمارتية لتبين قاسم مشترك للتغيرات بينها وبين الفرنسية أي ضبط الكليات لزونيفيرسو أما القسم الرابع التوطين باعتماد الاشتقاق والبنية الصرفية النحوية الاشتقاق الشعبي la derivation populaire والاشتقاق العلمي la derivation savant باستعمال الصدوري préfكس والأحشائي انفيكس والذيولي سوفكس تفاصيل دقيقة أخرى أيضاً يمكن الإطلاع عليها في البحث تغيرات أيضاً وفق العدد والجنس والإفراد والجمع والترتيب بالاقتلاف والاختلاف والابتداع نيولوجي يوجد الكثير من الابتداع في القسم الخامس والأخير من البحث تممت بالتغيرات الدلالية بدرس العلاقات المعجمية ترادف الاشتراك التضاد التعدد الدلالي ووسائله وخصائص التحولات الدلالية من حيث اقتلاف المعنى بين الكلمة العربية والكلمة الفرنسية أو اختلافه بالانتقال الدلالي على أساس المجاز توسعاً أو اقتضاباً أو تقوية للمعنى أو إضعافاً للمعنى أو تعويض للمعنى المادي بالمعنوي والعكس وكلمات اكتسبت معنى التحقير وغير ذلك وضمن هذا نجد الأسماء الأعلام وما تكتسبه من دلالات هي دلالات جديدة مولدة نيولوجي أيضاً كتب هذا البحث باللغة الفرنسية وسأشرع في ترجمته إلى اللغة العربية تعريبه إن شاء الله عن ما قريب ختم الأقول تتمتع العربية في المعجم الفرنسي المتكون من إثنتين وثلاثين لغة بالرتبة الثالثة حتى إن اللغوي الفرنسي جون برويفوست عوض تعبيرة نوزانساتر لجولواء أسلافنا الغاليون بنوزانساتر لزاراب أسلافنا العرب في معجم له صدر سنة 2017 حاولت إذن استقصاء الكلمات العربية وانتقالها عبر التاريخ والجغرافيا واعتمدت دراسة مقارنية تقوم على اللسانيات الوظائفية لتبين الاتلافي والاختلافي وكيفية التوطين للكلمات العربية في اللغة الفرنسية فاللغة العربية انتشرت منذ القديم رغم عدم وجود وسائل التواصل الحديثة عبر القارات الثلاث المعروفة آنذاك لأسباب فصلناها في المعجم في حوالي مئة لغة ولهجة منها ما تبنى الحروف العربية للكتابة ولم يكن القصد من عملي الاعتزاز بهذه اللغة العظيمة الجديرة بالحياة فحسب بل كانت غاية توضيح الطرق التي يحسن اعتمادها لإغناء معجمها من جديد ولإحيائها وهي اللغة الاشتقاقية الولود بانتياز حتى تتمكن من مواكبة العصر الحديثي على الصعيد العلمي والثقافي والحضري ولن يكون ذلك ممكنا إلا بإرادة حقيقية من الناتقين بها ومن مجامعها اللغوية وبدعم سياسة سيادية رشيدة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا